أصيبت إحدى النساء بمرض سرطان الدم استقدمت خادمة اندونيسية وبعد مرور أسبوع تقريبا على حضور الخادمة لاحظت هذه السيدة أن الخادمة تتردد على دورة المياه أكثر من المعتاد وتغيب كثيرا بداخلها وفي إحدى المرات سألت السيدة هذه الخادمة عن سبب بقائها في الحمام طويلا فأخذت الخادمة تبكي بكاء شديدا فتعجبت السيدة وسألتها عن سبب بكائها فقالت لها إنني وضعت ابني منذ عشرين يوما فقط وعندما اتصل بالمكتب في اندونيسيا أردت اغتنام الفرصة والحضور للعمل عندكم لحاجتنا الماسة للمال وسبب بقائي طويلا في الحمام هو أن صدري مليء بالحليب وأقوم بتخفيفه عندما علمت هذه السيدة المريضة بما قالته الخادمة قامت على الفور بالحج لها في أقرب رحلة إلى إندونيسيا وصرفت لها المبلغ الذي ستأخذه خلال السنتين بالتمام والكمال ثم استدعتها وقالت لها هذا راتبك لمدة سنتين مقدما اذهبي إلى ابنك وارضعيه واعتني به وبعد سنتين بإمكانك الحضور إلينا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ثم أعطتها أرقام الهواتف في حال رغبتها للعودة بعد سنتين وبعد سفر الخادمة كان لدى السيدة موعد لمتابعة تطور مرضها بسرطان الدم وعند الفحص الروتيني للدم كانت المفاجأة إنهم لم يجدوا فيها أي أمراض فطلب الطبيب منها أن تعيد التحليل عدة مرات وكانت النتيجة واحدة لا يوجد أي أثر لسرطان الدم فذهل الطبيب لشفائها لأنه يعلم مدى خطورة المرض لذلك حولها على الأشعة فوجدوا أن نسبة السرطان صفر عندها تأكد للطبيب شفائها تماما فسألها عن العلاج الذي استخدمته فكان جوابها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وقد قال أيضا من يسر على معصر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا حسن الخاتمة في قرية صغيرة كان يعيش صاحب الحملات للحج والعمر وكان له جار غافل لا يصوم ولا يصلي وذات ليلة رأى صاحب الحملات في منامه من يطلب منه أن يأخذ هذا جاره الذي لا يصلي ولا يصوم لأداء العمرة وعندما استيقظ الرجل من نومه اندهش كثيرا من هذه الرؤية العجيبة ولكنه لم يهتم لأمرها وفي ليلة أخرى تكررت هذه الرؤية مرة ثانية فزادت دهشة الرجل لذلك ذهب لأحد الشيوخ المشهورين بتفسير الرؤى ليسأل عن تفسير ما رأاه فقال له الشيخ المفسر إن رأيت هذه الرؤية في منامك للمرة الثالثة فاذهب لهذا الجار وحمله لأداء العمرة وبالفعل رأى الرجل نفس الرؤية للمرة الثالثة في منامه فذهب للبحث عن الجار حتى عثر عليه وطلب منه أن يأتي معه لأداء العمرة فقال له جاره كيف آتي لأداء العمرة وأنا لا أصلي فقال له الرجل إن أردت يمكنني أن أعلمك الصلاة وبالفعل بدأ الرجل يعلم جاره الوضوء والصلاة وبدأ الجار يواضب على أداء الفروض الخمسة فقال الرجل له هيا إلى العمرة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ذهب الرجلان معا لأداء العمرة واعتمر الجار وقبل أن يعود راجعين قال صاحب الحملات لجاره هل تريد عمل شيء آخر قبل الرحيل فقال له نعم أريد أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ذهب الجار إلى مقام إبراهيم وبعدما صلى مات في سجوده فتعجب صاحب الحملة أشد العجب وأخذ يفكر في نفسه قائلا كيف يمكن أن أرى هذا الرجل في منامي وآتي به إلى هنا لأداء العمرة ثم يموت في هذا البكان وهو ساجد بعد أن كان لا يصلي ولا يصوم لابد أن وراء هذا الرجل سرا عجيب وعندما عاد الرجل ذهب إلى منزل جاره المتوفي وسأل أهله عن أعماله وعن حاله فقالت له زوجته إن زوجي كان مشهورا كما يعلم الجميع بأنه لا يصلي ولا يصوم ولكن كانت لدينا جارة عجوز فقيرة ووحيدة فكان زوجي يعطف عليها ويرعاها ويحمل لها الفطور والغداء والعشاء يوبيا فكانت تدعو له دائما بحسن الخاتمة الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون فتاة صالحة تقية وعلى قدر كبير من الجمال وهي أكبر أخواتها الثلاث توفي والدها وتولت أمها تربيتها هي وأخواتها تقدم لخطبتها الكثير من الشباب لأخلاقها وجمالها وبالفعل تمت الخطوبة وعقد القران لشاب تتمناه أي فتاة وقبل الزفاف بأشهر أصيبت والدة الفتاة بجلطة تسببت في شللها وأقعدتها عن الحركة وأصبحت عاجزة تماما حتى عن الكلام وكانت هذه الفتاة تقوم بخدمة أمها تطعمها وتسقيها وتعتني بها واتفقت مع خطيبها على تأجيل موعد الزواج بسبب ظروف أمها ومع استمرار معاناة الأم سألت الفتاة نفسها إن أنا تزوجت الأهل من سيقوم برعاية أمي من بعدي خاصة وأن أكبر أخواتي في العاشرة من العمر وبعد تفكير لم يطل قررت أن تعيش لخدمة أمها ورعايتها وابتغاء مرضاتها وطلبا للأجر من الله لذلك طلبت من خطيبها فسخ الخطوبة والطلاق وقامت بإعادة المهر وكل الهدايا التي أهداها بها وعاشت في خدمة أمها وكلما أحب أحد مواساتها كانت تبتسم له وتذكره بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ومرت الأيام والشهور والسنين وحانت لحظة فراق أمها بعدما أنهكها التعب والمرض فنطقت أمها بعد صمت دام عشرين سنة وقالت لابنتها أبشر يا حبيبة بالجنة والله لن يضيعك الله أبدا وسيعوضك خيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعد أن فارقت الأم الحياة بأشهر قليلة تقدم للفتاة رجل أعمال صالح فوافقت عليه وتزوجته وبعد تسعة أشهر من الزواج أنجبت توأما بفضل الله ونعمته وعوضها الله خيرا مما فقدت أوصتهم الأم بتقوى الله ودائما تقول لهم من فقد الله فما وجد من شيء ومن وجد الله فما فقد من شيء ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون شكرا شكرا